وفي حساس حسن كامي ومكلسوم قبلتك ودار حوار كده بينك وبينها اه انا هحكي لحضرتك الموقف الكوميدي السخيف بتاعي ولكن انا كنت الكلام ده هوت كان سنة 1964 وكنت بغني لأول مرة في حياتي بطولة اوبرا على دار الاوبرا اياميها اوبرا لاترابياتا وهي قصة غدت الكاماليا وكنت باستعد بقى بعد ما الحمد لله ربنا جبر بخطري والجمهور استقبلني بحرارة الفصل الاول والتاني ومستعد بقى الفصل التالت اللي هو فيه الحب العنيف المهمة عندي ان انا واقف لابس الف او العنيف في الاوبرا برضو اه عنيف عنيف كانت خنائها جمدا اوي وفيها غيرة جمدا اوي وهي دخلة مع غريمة وكنت مستعد بقى وحاخد الفلوس وارميها في وشها ويسا المهم ان انا واقف بها عمالة بتاعه بست لقيت شخص مش طويل اوي يعني بالاكس قصير وروف ايقا اوي ولبس انت دهنا مدورة كده وشكلها غريب فقال لي مساء الخير قلت لي مساء الخير يا فانديم قال لي انت عارفني قلت له والله اللي معرفك يجهلك قال لي انا محمد الاسابجي قلت له اهلا وسهلا مش عارفني برضو قلت له بس اقول لي ايه حكايتك قال لي الستة عايزة تشوفك قلت له ستة ايه ام قال لي ما انت مش من هنا لا والله بس امعرفش ان اسمها الستة المهم عندي انه قال لي الستة عايزة تشوفك قلت له ستة ايه قال لي الستة مكلسوم يا اخي امتنت برجلت بجد بقى قلت له طيب ايه فين قال لي تعالي معاها وراح واخدني بكدومي ومكياجي ودخلت البنوار بتاع السيدة الكبيرة مكلسوم وهي قاعدة بقى في الضلمة ولبسا للضارة بتاعتها السودة لان مش عايزة نشوف الناس قالت لي قاعد امتنت انا قاعدت طبعا بصت ايدها وقلت له اهلا وسهلا انا وكنت عارف انك هنا كنت مش عارف اجتهد شكل تاني قال لي انت شكلك حلو على المسرح وصوتك حلو جدا وانا خايفة عليك انك انت هتفرح بنفسك وحامش يعني عايزة عايزة تسمع الكلام اللي هقولك عليه اول حاجة لازم تقعد تتمرن كل يوم في حياتك لجاية يوم ما تعتزل تتمرن تدور على الطريقة اللي انت تغني بها احسن واسهل وانت لسه صغير وحتتتعلم حاجات كتير الحاجة التانية تكون معلقة عسل على الريء كل يوم ولغاية النهار ده بيحصل نمر ثلاثة تلعب رياضة لان الرياضة دي بتجري الدم في الجسم وبتخلي البناء ده ما عنده صحة وعاية تجري ورا الكحول والسجاير والعاجات دي كلها حافظ على صحتك لان صحتك صوتك وانت لو هتحس انك انت صوتك ده مش هيجاوبك ومش هيشتغلك ايسا هتحس انك انت ولا حاجة انا اتأثرت جدا وطبعا روحت كميت شغلي وخلصت الحفلة وانا ما كنتش متجاوز نجوة لسه كانت سنة اربعة وستين نجوة كانت يمكن قد كده المهم عندي ان انا حتى فكر في الكلام ده هو التومنيوميها اقدر اقول لحضرتك لغاية النهاردة نبه العبرياضة بسيطة يعني على قد الحال والسن ولكن ما لقيت العسل دي لازم كل يوم وبحافظ على صحتك وربنا يديني الصحة دي ادي دي اجمل نعمة في الدنيا هي الصحة يا رب ربنا يديني الصحة